اشتركوا في القناة البرهان الاستدلالي وبعد كده هندرس المضلعات وبعدها هندرس المسلس ونظريات المسلس منها القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفين ضلعين في مسلس وايضا الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في مسلس وموازين احد الضلعين الاخرين بعدها هندرس نظرية في صغرص ودي خاصة بالمسلس القائم الزوج واخيرا هندرس التحولات الهندسية طيب هو يعني ايه بقى يا مستر البرهان الاستدلالي احنا كنا متعودين في الفصل الدراسي الاول ميجي يقولك مثلا اوجد قياس زاوية ألف بهجيم ومديك زاوية مجورة ليها كنا ممكن استخدم المنقلة الادوات الهندسية وايسها واجبها لكن احنا النهاردة في الفصل الدراسي الثاني هنستخدم الخواص والنظريات عشان استدل بيها على اثبات نظرية او ايجاد قياس زاوية معين تعالوا نشوف مع بعض بقى يعني ايه البرهان الاستدلالي بص كده معايا على الشاشة ادي عندي البرهان الاستدلالي مثلا بيقولك اثبت انه اذا تقاطع مستقيمان فان كل زاويتين متقابلتين بالرأس متساويتان في القياس يعني ايه بقى الكلام ده انا عاوز اثبته اي نظرية عندنا او اي نتيجة طبعا لها ثلاث حاجات هي معطيات ومطلوب وبرهان ده فكرة البرهان الاستدلالي ايه المعطى اللي عندي هنا ان انا عندي مستقيمين متقاطعين في نقطة هذه النقطة اسمها مين يبا لما اقولك انا عاوز اكتب المعطيات اعمل ايه بص كده معايا بقى هروح ماسك المسطرة كده وهعمل لك خط واكتب فيه المعطيات وبعدها المطلوب وبعدها البرهان ادي ميم عين اختصار لكلمة المعطيات هي ايه المعطيات اللي عندي لو بصت في الرسم عندي مستقيمين الاول اسمه المستقيم الف به تقاطع مع المستقيم جيمدال اتقطعه في نقطة اسمها ايه اسمها ميم يا مصد ده المعطى بتاعي طيب بعد كده عندك مطلوب هو ايه المطلوب اللي هو اختصاره ميم طه عاوز يثبت ان كل زاويتين متقابلتين بالرأس متساويتين في القياس زي مين زي زاوية الف ميم دل وبه ميم جيم هو يبقى اثبات ان قياس زاوية الف ميم دل تساوي قياس زاوية به ميم جيم بعد كده بقى اعمل ايه البرهان ده اللي احنا هنتعلمه النهاردة وده طبعا احنا درسناها في الفصل الدراسي الاول عاوز بقى اثبتها طيب عشان اثبت ان زاوية الف ميم دل تساوي قياس زاوية به ميم جيم انا حسمي الف ميم دل بي زاوية واحد اهي وحسمي بيه ميم جيم دي زاوية اثنين اهي طيب لو انا سميت زاوية الف ميم جيم دي زاوية ثلاثة لو انا خدت لك المصطرة كده زاوية واحد وثلاثة اسموهم زاويتين ايه برافو عليك واحد قال لا مستر انا فكرها من الفصل الدراسي الاول دول اسموهم زاويتين متجاورتين متكاملتين يعني مجموع قياسة يهيمة 180 درج طب لو عملت المصطرة كده يبقى زاوية اتنين وثلاثة ايضا دول على استقامة الف به المستقيم ده عاملين زاوية ايضا مستقيم اللي هي اتنين وثلاثة زاويتين متجاورتين ايضا متكاملتين مجموع قياسهم كام 180 درج يبني حكتي بيقوله بمأن عندي عندك الشوع اللي هو ميم الف تقاطع المستقيم جيمدال اداني هنا زاوية اللي هي زاوية واحد وزاوية ثلاثة دولت اطعفين في نقطة ميت يبقى اذا حصل عندي زاويتين متجاورتين هم يبقى قياس زاوية واحد زاق قياس زاوية ثلاثة دول متجاورتين متكاملتين مجموحهم 180 درجة دي رقم واحد طيب بالمثل انا ممكن اقوله برضو وقياس زاوية اتنين زاق قياس زاوية ثلاثة ايضا دول زاويتين متجاورتين متكاملتين برضو مجموحهم 180 درجة الله يعني انا عندي زاوية واحد وثلاثة مجموحهم 180 درجة واثنين وثلاثة ايضا مجموحهم 180 درجة يبقى قوله بعد كده من واحد واثنين ينتج ان الاثنين دول بيساو 180 يعني يساو بعض يبقى قياس زاوية واحد زاق قياس زاوية ثلاثة تساوي قياس زاوية اتنين زاق قياس زاوية ثلاثة الله بصي بقى كده انا عندي هنا زاوية ثلاثة وهنا زاوية ثلاثة متكرر وده في طرف وده في طرف بنفس الاشارة ممكن اختصرهم يبقى ايزا خد بالك نقطتين والنقطة فوق هنسميها ايزا نقطتين والنقطة تحت يبقى بما ان يبقى بقيلك قياس زاوية واحد تساوي قياس زاوية كام اتنين واحد اللي هي مين واحد اللي هي يا مستر زاوية آلف ميم دال يبقى اكمل كده بقى البرهان اقول له اذا قياس زاوية آلف ميم دال هتساوي قياس زاوية به ميم جيم وده كان المطلوب وهو المطلوب اثبات يبقى اثبت كده ان قياس زاوية آلف ميم دال تساوي قياس زاوية به ميم جيم ودول زاويتين هم متقابلتين بالرأس اثبت ان هم متساويتين في القياس باستخدام البرهان الايه الاستدلال تعال نشوف كده نظرية تانية كنا خدناها برضو في الفصل الدراسي الاول بص معايا كده بيقول لي مجموع قياسات الزوايا المتجمع حول نقط يساوي 360 درجة تاني مش احنا درسناها في الفصل الدراسي الاول يعني انا عندي اهو ميم الف تقاطع ميم بي شعاع تقاطع ميم دال تقاطع ميم جيم عامل لي مجموعة زوايا واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وهكذا عدة زوايا مجموحهم كم دول 360 درجة طب انا عاوز اثبتها عشان اثبت الكلام ده برضو يبقى عندي معطيات ومطلوب وايه وبرهان تعال نكتب زي ما اتفقنا المعطيات والمطلوب ونشوف ازاي اثبت قادي عندك اعمل خط كده اكتب هنا ميم عين اتفقنا ميم عين يعني ايه يعني يا مستر اختصار لكلمة المعطيات ميم عين ان انا عندي مجموعة زوايا هنا ادي عندي ميم الف تقاطع ميم بيه تقاطع ميم جيم تقاطع ميم دال دي كلها اشياء متقاطعة في نقطة اسمها ميم ميم طا عاوز يثبت ايه ان عندي مجموعة قياسات الزوايا المتجمعة حول هذه النقطة تساوي كم تساوي تلتمية وستين درجة يبقى عاوز ازبت قياس زاوية الف ميم به زائد قياس زاوية الف ميم دال زائد قياس زاوية دال ميم جيم ادي واحد اتنين تلات اربع زائد قياس زاوية به ميم جيم مجموعة هذه الزوايا تساوي تلتمية وستين درجة تعالى بقى نكتب الايه البرهان عشان ابرهن الكلام ده لازم اعمل عمل ايه هو العمل ان انا امد المستقيم اللي هو به ميم ده كده او على استقامته كده يبقى في عمل هنا هيعمله عشان يساعدني على اثبات هذه النظرية ان انا يبقى هنا عند العمل ان انا ارسم الشعاع او المستقيم به ايه به اهو حسمي دي هيك يبنى العمل نرسم المستقيم به بعد ما رسمته خد بالك بال ايه اللي يحصل انا عملت المستقيم به عشان يبقى عندي هنا كده خط مستقيم وعليه زوايا اهو طبعا مجموع الزوايا الثلاثة دول عاملين زاوية مستقيمة قياسها كام 180 درج حسمي دي واحد ودي اثنين ودي كام ثلاثة ايضا الناحية التانية يبقى عندي المستقيم من الناحية التانية عمل لك زاويتين متجاورتين ايضا متكاملتين حسميهم اربعة وكم وخمس يبقى حقول له هنا بقى عندي في البرهان ايه اروح ساحب بي كده وكتب لك بقى البرهان بصي كده بقى اهو بما ان ادي عندي برضو عندي زاوية متجاورة مجموحهم ايه مجموحهم ايه مية وتمانين درج بما ان ميم به ادي شعاع تقاطع هنا الشعاع ميم ايه عملولي كده هنا نقطة ميم يبقى عندي مستقيم به ده مستقيم يبقى عندك هنا تلت زاوية اذا قياس زاوية واحد زاق قياس زاوية اتنين زاق قياس زاوية تلاتة دول مجموحهم مية وتمانين درج طيب دي كده رقم واحد بالمثل ما انا عندي برضو المستقيم من ناحية التانية يبقى قياس زاوية اربعة زاق قياس زاوية خمسة بتساوي مية وتمانين درج دي رقم اتنين تعال نجمع بقى رقم واحد ورقم اتنين يعني هاجمع الزاوية دي كلها أقوله إذن بجمع واحد brush two إيه يحصل إذا عندي قياس زاوية واحد زااد قياس زاوية اتنين زااد قياس زاوية تلاتة زااد قياس زاوية اربعة زااد قياس زاوية خمس هذه الخمس زواية حيساوي 180 زااد 180 يعني يساوي كام يساوي تلتمية وستين درغ يساوي تلتمية 360 ايه تلتمية وستين درجة طيب تعالى بقى نشوف بعد كده ايه اللي هيحصل انا اثبت ان مجموحهم تلتمية وستين درجة طب ما انا عندي بقى اتنين وتلاتة او تلاتة واربعة دول عمل للك زاوية واحدة بس تعالى نكتب اهي اللي هي تلاتة واربعة دول يبقى اذا هادي نقطتين والنقطة فوق يبقى قياس زاوية واحد زاقية قياس زاوية اتنين الثلاثة واربعة دول اللي هي اسمها زاوية ده الميم جيم زاق قياس زاوية خمسة حيساوي تلتمية وستين درجة اهي واحد واثنين وده الميم جيم والخمسة دول الزوايا المتجمعة حول نقطة ميم واحد ممكن اكتبها اذا واحد اللي هي زاوية الف ميم به زاق قياس زاوية اتنين اللي هي الف ميم ده زاق قياس زاوية ده الميم جيم اللي هي تلاتة واربعة زاق قياس زاوية خمسة اللي هي به ميم جيم طلع هم مجموعهم كم تلتمية وستين درجة وكده انا اسبت المطلوب باستخدام البرهان الايه الاستدلاج يبقى زي ما اتفقنا اي تمرين هندسة او اي نظرية او اي نتيجة عاوز اسبتها عندي تلات حاجات معطى ومطلوب وايه وبرهان تعال نشوف مع بعض كده تمرين على البرهان الاستدلالي بيقول لي هنا في الشكل المقابل مستقيم جيم هيه تقاطع الشواع واو دال اتقطعوا في نقطة اسمها به قياس زاويه تقالف به جيم بتسوي 40 درجة وقياس زاويه تقالف به هو بتسوي 30 درجة اوجد قياس زاويه تدال به جيم حشاورلك عليها اللي هي دي اهي طيب يبقى عندي معطى وعندي مطلوب وعاوز اسبات لو احنا بقى في الفصل الدراسي الاول كنت هقول لك اسه وحجبه على طول تطلع 110 لا دا احنا دلوقتي درسنا حاجة اسمها البرهان الاستدلالي عشان اثبت الكلام دا برضا روح كاتب المعطيات واكتب المطلوب واكتب الايه البرهان زي ما اتفقنا انا بعمل خط كده وقلنا مي معين اختصار لكلمة المعطيات هدي مي معين معانا عبد الرحمن الو سلام عليكم عليكم سيدا هيا عبد الرحمن بص اي رأيك في اللي احنا بنجيب البرهان الاستدلالي انا عاوز قياس زاويه تدال به جيم اجيبها ازاي زاويه تدال به جيم اه فاكر اه يلا جيبها ازاي هن طب بصيلي كده انت عندك المعطيات عندي اهو ميديك زاويه تقالف به واو بكام هنقول ان زاويه تدال به هتساوي زاويه جيم به واو بالتقابل بالرأس برافو عليك يعني دي بتساوي كده سبعين درجة بالتقابل بالرأس تمام اه تعال بس كده واحدة واحدة انا عايزك تقول للمعطيات بتاعت الرسمة دي يلا ميديك زاويه تقالف به واو بكام قالف به واو بتلاتين بتلاتين يبقى ده معطى وميديك كمان زاويه تانية مين هي جيم به برافو عليك قالف به جيم بتساوي كام اربعين درجة صح كده صح طب مش انا عندي واو ده لده عبارة عن ايه اه اه خط مستقيم ده مستقيم يبقى طالما عندي مستقيم يبقى انا عندي كده زاوية او زاويتين متجاورتين اللي هما دال به جيم ومين اللي بتجاورها تكملها اه هي به واو اه وايه كمان لا مش هي به واو دي بتقابله بالرأس اللي هي جيم به ايه واو صح تمان يبقى عندي هنا المطلوب ميمطة هو عاوز قياس زاويه دال به جيم يا عبد الرحمن صح اه البرهان يلا بقى اقول لي يا عبد الرحمن بما أن بما أن بما أن بيه جيم صح دال به واو قطو مستقيم بيه جيم الشوعة ده شايفو اه تقطع المستقيم واو دال اتقطعوا فين اه عند زاوية ما به عند نقطة به برافو عليك دول اتقطعوا به هما الاتنين عاملين زاويتين متجاورتين مين هما زاويتين متجاورتين ها المطلوبة اللي هي دال به جيم والتانية جيم به جيم به واو تمام اذا قططنوا النقطة فوق قياس زاوية دال به جيم زاوية قياس زاوية جيم به واو بتسوي كم دول يا عبد الرحمن مين وتمانين عشان دول زاويتين متجاورتين ومالهم متكاملتين صح اه طب انا عندي بقى جيم به واو بكم قياسها اللي هي دي جيم به واو بـ بـ سبعين ايه بقى هو بما ان قياس زاوية جيم به واو بتساوي سبعين درجة طب لما دي كلها كده انا قلت بسبعين اقدر اجيب بقى دال به جيم المطلوبة اه نقول مئة وثمانين وثمانين برافو عليك يا عبد الرحمن تعال بقى نكمل اذا اهو هكتب طبعا زي ما اتفقنا اتعلمت معي ازاي اكتب بما انه اذا صح صح اذا قياس زاوية دال بهجيم زي ما قلت عبد الرحمن تسوي مئة وثمانين درجة ناقص كم ناقص مئة وثمانين اه ناقص سبعين اه اللي هي عبارة عن تلاتين زائد كم اربين تطلع بكام بمئة وعشرة درجة اذا قياس زاوية دال بهجيم المطلوبة بتسوي كم عبد الرحمن مئة وعشرة مئة وعشرة درجة اشكرك على اتصالك عبد الرحمن شكرا تعالوا ننتقل الى تمرين اخر بيقول لي ايضا فيه الشكل المقابل به تنتمي للمستقيم الف به وقياس زاوية جيم به بتسوي مئة وستاشر درجة واشوع به دال ينصف زاوية الف به ايه اوجد قياس زاوية آلف به دال اللي هي هذه الزاوية برضو انا عندي معطيات وعندي مطلوب وعندي برهان من اول حرف اللي به وانا ماشي لغاية هنا ده يعتبر المعطى المطلوب اللي هو قياس زاوية آلف به ايه دال طيب عشان بقى اجيب زاوية آلف به دال انا حسألكوا سؤال هو يعني ايه منصف لزاوية برافو عليك منصف زاوية يعني المستقيم او الشعاع اللي بيقسم هذه الزاوية الى زاويتين متساويتين في القياس تعالوا نكتب مع بعض كده البرهان ادي عندي اوح اكتبلك تاني زي ما اتفقنا انا عندي معطيات وعندي مطلوب وعندي برهان ميم عين اللي هو المعطيات انا ممكن اختصرها اقوله كما بالرسم يعني اللي موجود عندك ميم طا قالك عاوز ايه قياس زاوية آلف به دال المطلوبة هو قياس زاوية آلف به دال البرهان يلا بقى نكتب مع بعض البرهان عشان اجيب زاوية آلف به دال اولا انا عندي شو عاو به تقاطع مع المستقيم آلف به في نقطة اسمها به يبقى عملي زاويتين متجاورتين زي ما اتفقنا متكاملتين من الفصل الدراسي الاول مجموع قياسهم كام برافو عليكم مية وتمانين درجة اهو بما ان نقطتين والنقطة تحت الشعاع به تقاطع المستقيم آلف به اتقطعه في نقطة به يبقى اذا قياس زاوية آلف به زاق قياس زاوية هه به جيم بتساوي كام مية وتمانين درجة طب انا عندي الهه به جيم دي بمية وستاشر اقدر اجيب الالف به اقدر يا مستر اذا قياس زاوية آلف به تساوي مية وتمانين درجة ناقص مية وستاشر درجة تعالا نطرح يساوي ادي عشرة ناقص ستة اربعة وهنا دي بقت سبعة ناقص واحد يدينا كام ستة يبقى باربعة وستين درجة يبقى دي كلها كده انا جبتها باربعة وستين درجة طب ما هو عندك معطى تاني بيقولك ان الشوع بهدل ينصف زاوية آلف به واحنا اتفقنا يعني ايه ينصف برافو عليكم يعني يقسم لهذه الزاوية الى زاويتين متساويتين في القياس مين هم اللي هم قالب بهدل ودال به يبقى كل واحدة جيبها ازاي اقسم لاربعة وستين على اتنين يديك اتنين وتلاتين درجة تعالى نكمل بقية كتابك التمرين بص كده معايا انا هكتبه لك هو تاني بما ان بقية الايه البرهان بما ان قال الشوع بهدل ينصف زاوية آلف به اللي انا كتبها لك دي طيب يعمل ايه يعني ايه ينصف يقسمه زاويتين متساويتين في القياس يبقى قياس زاوية آلف بهدل بتساوي قياس زاوية دال به تساوي انا جبت الالف بهيه كلها باربعة وستين يباربعة وستين درجة على اتنين بتساوي اتنين وتلاتين درجة هو بقى كان عاوز زاوية آلف بهدل اقول له ايه اذا قياس زاوية آلف بهدل بتساوي كم طلعت تساوي اتنين وتلاتين درجة وده كان المطلوب في هذا اسؤل بعد ما تعلمنا البرهاني الاستدلالي وعرفنا ازاي اثبت او ابرهن مثلا نظرية او نتيجة وازاي احل تمرين هندسة اتفقنا ان انا عندي تلات حاجات معطيات ومطلوب وايه برهان طب تعالوا بقى ننتقل لنقطة اخرى هنتكلم عن المضلعات هو يعني ايه مضلع يا مصر المضلع عبارة عن خط بسيط مغلق مكون من اتحاد عدة قطع مستقيمة يبدأوا بتلات قطع مستقيمة عشان يدينا شكل مغلق او اربعة او خمسة وهكذا ويسمى المضلع على حسب عدد اضلعه او القطع المستقيمة بتاعته لو هم تلات قطع مستقيمة يسمى مضلع سلاسي وللاختصار بسميه مسلسي لو اربع قطع مستقيمة يسمى مضلع رباعي لو خمس قطع مستقيمة يسمى مضلع خماسي وهكذا بص معايا كده على الشاشة المضلع هو خط بسيط مغلق يتكون من اتحاد ثلاث قطع مستقيمة او اقصر ويسمى المضلع بحسب عدد اضلعه ادي عندي تلات قطع مستقيمة ادي واحدة ودي التانية ودي التالت التلاتة دول مع بعض افلوا شكله يسمى عبارة عن مضلع سلاسي والاختصار بسميه مسلس بالنسبة للشكل التاني ادي قطعة ودي التانية ودي التالتة ودي الرابعة عاملين مع بعض شكل يسمى شكل رباعي لانه مكون من اربع قطع ايه مستقيمة الشكل اللي بعده فيه كم قطع ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى اسمه ايه مضلع خماسي او شكل ايه خمس تعالى ندرس بقى هذا المضلع لو انا رسمتلك مضلع كده بالشكل ده المضلع له رؤوس وله اضلع وله اقطار وله زوايا دخلة وله زوايا خارجة طب يعني ايه رؤوس ويعني ايه اضلع ويعني ايه قطر ويعني ايه زوايا دخلة ويعني ايه زوايا خارجة بص معايا كده على الشاشة ادي عندي مضلعه المضلع ده اسمه مضلع ايه برافو عليكو ده يسمى مضلع زي ما اتفقنا رباعي ليه لانه مكون من اربع قطع مستقيمة الف به وبه جيم وجيم دال والف دال طيب هذا المضلع له رؤوس مين رؤوسه ادي اول رأسه اسمه تاني رأس اسمه به تالت رأس جيم والاخير اسمه ايه دال يبقى له اربع رؤوس هي الف وبه وجيم ودال طيب في كم ضلع له اربع اضلع اي قطع مستقيمة واصلة بين رأسين متتاليين يسمى ضلع تاني اي قطع مستقيمة في هذا الشكل واصلة بين رأسين متتاليين يعني ورا بعض يسمى ايه ضلع من اضلع هذا المضلع يعني الالف والبي رأسين متتاليين يبقى الالف بدي تسمى ضلع من اضلع هذا المضلع به وجيم رأسين متتاليين يبقى البيه جيم ده يسمى ضلع من اضلاع المضلع جيم ودال رأسين متتاليين يبقى جيم دال ضدلع واخيرا الف دال ضدلع اذا اضلاع هذا المضلع هي قلب به وبه جيم وجيم دال وقلب دال بعد ما عرفنا رؤوس المضلع واضلاع المضلع ايضا المضلع له زوايا دخلة وزوايا خارجة تعال انشوف يعني ايه زاويا دخلة شايفيني الزاوية دي كده اللي هي به الف دال تسمى زاوية دخلة زاوية الف به جيم دي تسمى زاوية دخلة ايضا زاوية جيم اللي هي دال جيم به حد دي علامة صح دي تسمى زاوية دخلة الزاوية الاخيرة اللي عليها علامة استفهام اللي هي الف دال جيم تسمى زاوية دخلة اذا المضلع الرباعي اللي امامك له اربع رؤوس هما الف وبه وجيم ودال وله اربع اضلاع اللي هما الف به وبه جيم وجيم دال وله أربع زوايا دخلة منهم زاوية ألف اللي هي به ألف دال وزاوية ألف به جيم وزاوية به جيم دال وزاوية ألف جيم دال أيضا له زوايا خارجة لو أنا مديت الجيم به ده على استقامته وحسمي هنا كده نقطة هي عملي زاوية هنا هي هذه الزاوية اسمها زاوية ألف به هي تسمى زاوية ايه دي سسمى زاوية خارجة عن هذا المضال الزاوية الخارجة محصورة بين أو الضلعين بتوعها هو به امتداد لأحد الأضلع اللي هو جيم به وضلع آخر اللي هو ألف ايه ألف به يبقى عندي زاوية خارجة وممكن يقوم يكون عندي أربع زاوية خارجة لو اعتبرنا أنه عند كل رأس زاوية خارجة واحدة زي مثلا ألف به يبقى عرفنا يعني إيه زاوية خارجة ويعني إيه زاوية دخلة ويعني إيه الضلع ويعني إيه رأس طب بقلنا القطر مين هو القطر القطر هو القطع المستقيمة الواصلة بين رأسين غير متتاليين لكن القطع المستقيمة الواصلة بين رأسين متتاليين اتفقنا اسمها ايه برافو عليك اسمها ضلع يا مصدر يعني الرأس ألف والرأس جيم لو أنا وصلت كده القطع المستقيمة بما ألف جيم اللي أنا رسمته ده يسمى إيه يسمى قطر طب لو خدت الرأس به ووصلت به بالدال عشان البه والدال رأسين غير متتاليين يبقى أيضا أنا رسمت قطر إذن هذا الشكل الرباعي له كم قطر له قطران هما ألف جيم وبهدال يبقى عرفنا مثلا من خلال دراستنا دلوقتي للمضلع الرباعي أن له أربع رؤوس وله أربع أضلاع كل قطعة قطعة مستقيم واصلة بين رأسين متتاليين تسمى ضلع من أضلاع أما القطعة المستقيمة الواصلة بين رأسين غير متتاليين تسمى إيه برافو عليك وتسمى قطر وله أربع زوايا دخلة وأربع زوايا إيه خارجة تعالوا كده ننتقل لنقطة أخرى بيقول لي مجموع قياسات الزوايا الداخلة لأي مضلع مجموع قياسات الزوايا الداخلة لمضلع عدد أضلاع نون تساوي نون ناقس 2 في 180 الله يعني إيه الكلام ده يا مستر يعني لو رسمت لك مثلا مضلع وليكن مضلع رباعي بهذا الشكل لبص كده مضلع مكون من أربع أضلاع آدي عندي مضلع رباعي هذا المضلع اسمه ألف به جيمداد طب بيقول لي هنا إيه عاوز أجيب مجموع قياسات زوايا الداخلة يبقى مجموع قياسات يبقى مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمضلع الرباعي واتفقنا مضلع رباعي يعني به كم ضلع برافو عليكو أربع أضلاع مين هم ألف به وبهجيم وجيمدال وألف دال تساوي حسب القانون اللي احنا قلناه عبارة عن نون ناقص اثنين في مية وتمانين درجة طيب هي النون إيه هي لسه أيلين دلوقتي النون اللي هي عدد الأضلاع عدد أضلاعه كام أربع باربعة ناقص اثنين في مية وتمانين درجة طيب أربعة ناقص اثنين بكام دول باتنين اثنين في مية وتمانين يساوي كام يساوي تلتمية وستين درجة طيب أنا عاوز أجيب مجموع قياسات الزوايا الداخلة لمضلع سلاسي أهو يعني مضلع سلاسي يعني مسلس يبقى أقول له مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمسلس ودي احنا عارفينها كلنا حسب القانون يبقى نون ناقس 2 في 180 درجة النون بكام برافو عليكم بتلاتة يا مستر ناقس 2 في 180 تلاتة ناقس 2 بواحد في 180 يساوي 180 درجة اذا مجموع قياسات الزواء الداخلة للمسلس وإحنا كلنا عارفينها بكام ب180 درجة طيب تعالوا بقى نشوف مجموع قياسات الزواء الداخلة لمضلع خماسي يساوي نون ناقس 2 في 180 درجة يعني 5 ناقس 2 في 180 5 ناقس 2 بكم؟ بتلاتة في 180 أضرب 3 في 180 سفر 3 في 8 اربعه معنا الاتنين واحد في 3 ب 3 و 2 خمسة يبقى 540 درجة بكده عزاء الطالبات والطالبة نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم بشكركم على حسن متابعتكم انتظرونا بعد الفاصل مع رياضيات للصف الثاني الاعدادي وزميل آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة